بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومن الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه تحمل أذى المؤذين وغلظة المغلظين ومقابلة ذلك بالسماحة والصفح روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه وفي رواية فجبذه بردائه جبزة شديدة فحمر رقبته صلى الله عليه وسلم وكان رداء خشنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي احملني على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك فقال له صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله أي لا أحملك من مالي ولا مال أبي وفي رواية البيهقي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده لا وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبثتني فقال له الأعرابي والله لا أقيدكها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فقال له الأعرابي لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عمر كما في رواية فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح ولكن إذا انتهكت حرمة جانبا من جوانب دين الله تعالى انتقم لله تعالى فلما شج وجهه الشريف يوم أحد عفا وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولما شغلوه عن الصلاة يوم الخندق لم يعف بل قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابة الشمس الحديث كما في الصحيحين والحمد لله رب العالمين